اشتركوا في القناة منتخبا إلى 48 منتخبا وقال إنفانتينو خلال مؤتمر صحفي في ختام أعمال مؤتمر قمة الفيفا الذي استضافته مدينة مراكوش إن زيادة عدد المنتخبات سيأتي بالتنصيق مع البلد المستضيفة لمونديال 2022 وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن قطر غير قادر على استضافة كأث العالم 2022 وأنها لا تمتلك الإمكانات التي تمكنها من استضافة 48 منتخبا في النسخة المقبلة من المونديال وأضاف لن يكون تنظيم كأث العالم بمشاركة 48 منتخبا في قطر وحدها أمرا سهلا والفكرة تحول حول احتمال تنظيم مباريات خارج قطر لكنها تصطدم بالواقع الثياسي في الخليج وتابع قائل الذين الآن فرصة لنكون في كرة القدم وليس في الثياسة يمكننا أن نحلم وأن نفكر أن نقترح ويمكننا أن نتحدث على مستوى العالم لنرى احتمال قدرتنا على تنفيذ كأث العالم بمشاركة 48 منتخبا وبمباريات تلعب في أربع دول وسيكون الأمر جميلا وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو قال الشهر الماضي في الإمارات إن الفيفا يدرس مدى إمكانية توسيع كأث العالم 2022 في قطر لتشمل 48 منتخبا وأضاف في مؤتمر رياضي في دبي أن الفيفا يبحث كذلك مدى إمكانية أن تساعد دول خليجية قطر في استضافة بعض المباريات وأعنى رئيس اتحاد الكرة القدم في الكويت الشيخ أحمد اليوسف في حديث لصحيفة الرأي الكويتية إن شروط الاستضافة أو المشاركة في استضافة بعض مباريات كث العالم لا تنطبق على الكويت مشيرا إلى أنه من الصعب تطبيق بعض شروط الفيفا الرئيسية على أرض الواقع في الكويت وأبرزها السماح لجميع الجنسيات ومن بينها الإسرائيلية بدخول أفرادها إلى البلاد وإصدار تأشيرات فورية لها لحظة توصولهما خصوصا أن الشرط المدكور يحضر منع دفول أي جنسية سواء كانت تتبع المنتخبات والمشجعين أما الإمارات فعل لثاني أنور قلقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية قال إن النقاش الدائر حول عجز قطر عن استضافة كأث العالم دون مساهمة من جيرانها لتجاوز الرياضي واللوجستية وتابع إن هذا النقاش يؤكد الاحتياج الطبيعي للدول إلى محيطها مراجعة سياسة الأميرة السابق تتجاوز الأبعاد السياسية كما نرى ويدكر أن دول الخليج تجهد أزمة غير مسبوقة منذ الخامس يونيو 2017 حيث قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومثر علاقاتها مع قطر ثم فردت عليها إجراءات عقبية بدعوى دعمها للإرهاب وهو أمر تنفيه الدوحة أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو اليوم الخميث بمراكش أن قرار الحثم في تنظيم ثلاثين نهائيات كاث العالم لكرة القدم 2030 سيتم اتخاذه بعد أربع ثنوات من الآن مؤشرا إلى أنه من المبكر الحديث عن ترشيح ثلاثية بين المغرب والإسبانيا والبرتغال لاحتضان هذه النهائيات وأضاف في تصريح خلال اللقاء إعلامي على هاميش مؤتمر الاتحاد الدولي حول تطوير كرة القدم العالمية أن قرار الحثم في التنظيم الثلاثي لدورة 2030 سيتم اتخاذه بعد أربع ثنوات من الآن مؤشرا إلى أن اهتمام الاتحاد الدولي منصب حاليا حول الاستعداد لتنظيم مونديال 2022 وقال إنفانتينو أكيد أن الاتحاد الدولي قرر فتح الترشيحات التي تجمع أكثر من بلدين باعتبار أن تنظيم نهائيات المونديال في بلد واحد شيء صعب نافيا أن يكون قد تناهى إلى علمه النية في الترشح الثلاثية للبلدان الثلاثة المغرب إسباني والبرتغال ووصف جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فكرة ومقترح ملف مغربي إسباني وبرتغالية من أجل استضافة نهائيات كاث العالم لكرة القدم 2030 بالممتازة مشددا لأن الفيفا منفتح على هذا المقترح وبخصوص هذا الملف قال المتحدث نفسه إنه من الرائع أن يتقدم لنا بملف ثلاثي يجمع بين قراثين وثلاث حضارات مختلفة هو ملف متميز كما هو حال الملفات الأخرى التي سمعنا بها على غرار ملف أمريكا الجنوبية بريطانيا وأقيانوسيا التي سمعنا بها وأضاف ليس هناك في القوانين الداخلية للفيفا ما يعارض ملف من هذا القبيل في مسألة لن تتير أي جدل ولا تتعارض مع القوانين الداخلية الآن يتعين علينا النظر في الملفات وأن نأخذ بعين الاعتبار العديد من القواعد والأولويات وفي نفس الوقت هذا ليس بالمحذور وما ليس محذور فهو مقبول الآن تبقى أن تتدارث الأطراف المعنية هذا الملف وخلص رئيس الاتحاد الدولي إلى أن كل ما يمكن فعله تجاه هذا الترشيح وبالصفات الشخصية تشجيع الجامعة الملكية المغربية على ذلك وتعد أشغال هذه الجولة الثانية من ثلاثة جولات لقمة الفيفا بعد الجولة الأولى التي احتضرتها الدوحة بقطر شهر دجنبر الماضي أودح جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر حقيقة تفرحاته حول أسباب رفضه لإقامة بطولة كاثل أمم إفريقيا في مصر وقال جمال بلماضي في تصريحاتي لصحيفة النهار الجزائرية هناك دائما من يحاول ثأويل تصريحاتي ويسيء فهمي قلت إنني أفضل إقامة كاثل أمم إفريقيا في جنوب إفريقيا نظرا للمناخ وليس لأي شيء آخر ولا أذر إن كان هذا غير واضح لا أعرف أي مدرب أو أي لعب لا يريد لعب المباريات في مناخ معتدل وهذا ما يسمح لك بذقديم كرة قدم جميلة وأضاف أمنيتي كانت فوز جنوب إفريقيا بشرف استضافة البطولة وإذا تم ضرح ذات السؤال على كل المدربين فإن الجميع سيجيب نفس الإجابة ويفضلون اللعب في درجة حرارة 17 درجة إلى 20 بدلا من اللعب في درجة حرارة تصل إلى 35 مع رطوبة مرتفعة وواصل المدرب الفني لمنتخب الجزائر تصريحاته قائلا جميع المنتخبات المشاركة في بطولة كاثل أمم الإفريقية ستكون تحت نفس الظروف وعلينا أن نعمل جاهدين من أجل المنافسة بقوة وعن الاستعدادات المشاركة في بطولة كاثل أمم الإفريقية 2019 في مصر قال جمال بالماضي نحن في سباق ضد الزمن قبل انتلاقي أمم إفريقيا لدينا مبارتين مهمتين وينتظرنا مزيد من العمل من أجل مواصلة الاستعداد بالشكل الأمثل للمشاركة في البطولة قال يثين معراج مرثل قنوات بين سبور القطرية إنه عندما فازت قطر بشرف تنظيم كاثل عالم 2022 كان مقررا بمشاركة 32 منتخبا الآن يقال إن النسخة المقبلة ستعرف مشاركة 48 منتخبا رياضيا من الصعب تنظيمها وذلك على هامش الندوة الصحفية التي عقد جيان إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لللعبة بعد نهاية مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يوم الخميس وعرف المؤتمر مشاركة العديد من الشخصيات ورؤساء الاتحادات القرية والدولية لدراسة عدد من المواضيع التي تهم تطوير منظومة كرة القدم العالمية على مدى ثلاثة أيام وبخصوص كأس العالم للأندية قال يثين معراج النسخة المقبلة ستكون بشكل مختلف عن بعض النسخ السابقة وأكد الصحفي الرياضي مراد المتوكل أن رئيس الفيفا لا يمكنه الإفساح عن دعمه للمغرب في تنظيم مونديالة 2030 رفقة إسبانيا والبرتغالة كما تكلم عن تقنية الفار التي تم إحداثها خلال مونديال 2018 بروسيا وأضاف الصحفية السابق بالقناة الثانية قائلنا ما عمرنا من سمع إفانتينو يقول لنا أنتم كتستهلت نظمك أس العالم وذلك بحكم منصبه على رأس الهرم الكروي في العالم يذكر أن مدينة مراكش قد احتضنت ما بين الخامس عشر وثابع عشر يناير الجارية مؤتمر الفيفا لتطوير منظومة كرة القدم عرف دراسة العديد من القرارات التي تهم تطوير كرة القدم عموما وكرة القدم النسوية على الخصوص موشرا إلى أن الفيفا ستستمع خلال المؤتمر إلى مقترحات الاتحادات الكروية للرفع من عدد المنتخبات التي ستشارك في نهائية كاث العالم 2022 التي ستجرى بقطر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر